سلام عليكم أسألك عن غدير الحياة لوجاف وأسألك عن الملح إشدواه لوجاف وعن سطور ماهي بحبر لوجاف أنحصت فيهم العدلة والردية قصتنا الليلة من القصص الرائعة اللي راح تسمعونها لذلك قبل أن نبدأ في سرد أحداثها القصة لا تنسوا أن تدعمونا باللايك والاشتراك بارك الله فيكم القصة لرجل أو شاب يعيش في البادية وهذا الشاب اسمه حمدان حمدان هذا عايش هو وأمه بأمن وأمان وأطمئنان وما عندهم قطعة من الشيطان وحمدان وحيد الأمه ويحب بنت من بناتها العرب اللي هو منها وبينها علاقة حب لا صارت ولا تصورت وهالبنت هذه حبيبة حمدان اسمها فوزة فوزة هذه بنت من أجمل بنات القبيلة وأحوالهم المادية أحوال حمدان وأهل فوزة جماعة فقراء كلنا فقراء لله عز وجل وهذا حمدان عنده 10-15 راس من الغنم وعنده ناقة ناقة هذه اللي يستخدمونها للرحيل والتنقل وعايش هو وأمه والولد ناوي على الزواج من البنت فوزة لكن الأحوال المادية شوي تعبانة ما تسمح ففي يوم من الأيام راح تقدم الخطبة فوزة وأهلها قالوا يا حمدان أنت تفصل وإحنا نلبس وهالبنت إحنا ما ودنا نكلفك زيادة عن اللزوم اللي تقدر عليه سويه وفي النهاية ودك تعيش أنت وياها بهالبيت ما في داعي أنك تبيع هالحلال اللي عندك هذا الغنم لأجل تتزوجها وبعدين ما ودكم تاكلون وتشربون لذلك اللي تقدر عليه وحياك الله ويقوم هذاك اليوم يبيع له ثلاث أربعة من روس هالغنم ويشتري الفوزة شوية ملابس وشوية أغراض وسوى اللي يقدر عليها الرجال وتزوج منها هذاك اليوم ولما جات فوزة على هالبيت تحترم أمه وتحترمه وعاش هو إياها حياة سعيدة جدا وهالبنت هذي فوزة مربية على أخلاق ومربية على الطيب وهذا حمدان الله يسلمكم من الشباب اللي يحبون القنيص ومعروفين أهل البادية لازم كل فترة والثانية يطلعون قنيص يطلعون على الصيد يصيدون الحباري يصيدون الغزلان يصيدون طيور الحر فهذا منهوات القنيص وكل فترة والثانية يطلع هو وأبناء عمه وبعض من أبناءها القبيلة يغيبونهم أسبوع أسبوعين زمان يقنصون اللي فيه النصيب ويرجعون على عيالهم وعلى عربهم وفي يوم من الأيام وبعد حوالي سنة زمان من زواج حمدان من فوزة قرر هذاك اليوم يطلع هو وثلاثة أربعة من أبناء عمه من أصدقائهم يطلعون في رحلة قنيص المهم ويجهزون العدة هذاك اليوم وينطلقون على إحدى البوادي البعيدة عنهم وصادوا اللي فيه نصيب وقذوا لهم أسبوع زمان فيها البر ورجعوا على العرب وهم راجعين في طريقهم يحاولون يتحدون بعضهم من يصيب ما من يصيب فهذا حمدان حاط طلق ببيت النار وتثور طلق بطريق الخطأ وتقتل واحد من أبناء عمه وهذا الشاب ولد عم حمدان اللي انقتل بطريق الخطأ من أعز الشباب على قلب حمدان خويلوهم منه هم صغار لكن الآن الفاس وقع بالراس وصار برقبته دم وهذا ولد عمه وخويان اللي معاه وأبناء عمهم الآخرين قالوا يا حمدان أنت يعني من تناوي تقتل واطلق بطريق الخطأ وهذا قدر ومكتوب شنو دك تساوي يعني حمدان صار يبشي على ولد عمه ويفغر عليه مثل الوليدة صغير المهم حملوا ولد العم هذا على حصانه ورجعوا على العشيرة وكان يوم أسود هذاك اليوم ويا بنت قولي لأمك حمدان ذابح ولد عمه وقامت الدنيا وما قعدت إخوان هذا الشاب يعرفون الصداقة اللي بين ولد العم هذول حمدان والشاب المقتول ويعرفون بحياته ما صارت مشكلة بيناتهم وفهموهم الشباب اللي معاهم أنه القتل صار عن طريق الخطأ قاموا الجماعة أسقط أوحقهم وقالوا حمدان ما يجي منه إلا طيب لكن المسكين حمدان هذا كره الأرض والمنطقة اللي مقيمين فيها وكره العشيرة ودخل في حالة نفسية سيئة حزن على ولد عمه حزن عظيم وتحاول أمه المسكينة يا حمدان قضاء الله وقدره وأنتش طالع بيدك وهذا الرجال خلاص خلص المياته من هالدنيا لكن يقولها أنا السبب زوجة حمدان تحاول تكسر عنه يا حمدان يا ولد عمي يا حبيبي أنت من تناوي تقتل وكذلك أبناء عم حمدان الأقارب والأصدقاء يا حمدان وكه لله وخلاص اللي راح راح ولد عمك هذا الله يرحمه لكن حمدان صار يطلع على هالبر ويفكر شلون قتل ولد عمه ويقول يا ريتني ما روحت هذه الرحلة رحلة الصيد ويا ريتني متكسر وماني طالع المهم أن دام الآن ما عاد تنفع وزرعه لو طلعت يا ريت وعلشان تكمل مع حمدان هذاك اليوم ويصبحون في صباح أحد الأيام ولا أم حمدان متوفية رحمة الله عليها حزن كذلك عليها المسكين حزن عظيم وبعد ما توفيت أمه بأسبوع أسبوعين زمان قال يا عمي هالديرة هذه ما عاد أقدر أعيش فيها يوم واحد قبل فترة قتلت ولد عمي وأمس توفيت أمي وأنا صراحة ودي أغادر المنطقة مسكوا حمدان يا حمدان يطولك يقصرك يا أبن الناس ديرتك وأبناء عمك وربعك وردك تروح قالهم بلاد الله واسعة الديرة هذه ما عاد أقعد فيها ويقوم يهد البيت بيت الشعر ويحملوا على هالناقة ويرحل هو وزوجته فوزة يدور عرب ثانية والبلاد ثانية يعيش فيها المهم وينطلق حمدان هو وزوجته وسطها الصحراء يمشون بالنهار ويباتون بالليل ويظلوا لهم أسبوع زمان على هالحال الحد ما وصلوا هذاك اليوم إلى إحدى العربان إحدى العشائر اللي نازلة ببيوتها في إحدى المناطق ويجي هذاك اليوم إلى جانب بيت الشيخ السلام عليكم وعليكم السلام يا حي الله بالضيف ويقومون شباب من هالعرب يبنون بيت حمدان وزوجة حمدان فوزة دخلت على زوجة الشيخ على بينما هالرجال يبنون بيت الشعر والشيخ قاموا بواجب حمدان هذاك اليوم ذبح الذبيحة وعزم أبناء العشيرة وهارجال ويا حي الله بحمدان وزوجة الشيخ كذلك ما قصرت معا الضيفة الجديدة اللي هي فوزة وزوجة الشيخ لما شافت فوزة هذه يقول لها بنت ما شاء الله تبارك الله ومن عوايد العرب أهل البادي لما يجيهم ضيف ما هو واحد ينزل عندهم في الأرض اللي نازلين فيها ما يسألونه عن حاجته البعد ثلاثة أيام وهذا الرجال الآن صار يعني مثل ما تقولون جاي ببيت الشعر وجاي بحلاله معاه ونزل بجانب بيت الشيخ بعد ثلاثة أربعة أيام إيش عندك من الإخبار ومن العلوم يا حمدان قالهم والله العلم كذا وكذا وكذا قتلت ابن عمي بالخطأ وأمتي وفيت قبل مدة والعرب اللي كنت فيها ما عدا أقدر أعيش فيها لذلك قررت أني أنتقل إلى عشيرة ثانية قالوا حياك الله واللي يصير عليك يصير علينا يا حمدان اعتبر نفسك واحد من أبناء هالعشيرة جزاكم الله خير وما تقصرون وصار حمدان دائما موجود بمجلس الشيخ وحط الحلال اللي عنده العشرة خمسة عشر أصغرهم حطهم معه حلال الشيخ قالوا شيخ ما في داعي تسرح فيهن أنا عندي رعيان والرعيان سارحة فيهن وبلاءهم لذلك حطهم معه حلالي وفعلا هذا اللي حصل حمدان أصبح من الرجال الملازمين في مجلس الشيخ ودائما موجود وحمدان من الشباب اللي على كيفكم والشباب اللي تعجبكم شاب شجاع ويعرف في أمور البادية يعرف الأماكن يعرف لأنه البادية مو أي واحد يقدر يمشي فيها لأنه إتيه ولا تاه ما يعرف الشرق من الغرب لا بليل ولا بنهار ويا مناس ادخلت فيه الصحاري والبوادي وتاهت وما التقالها أثر وماتت وأكلتها الوحوش وغالبية أبناء البادية يعرفون بهذه الشغلات هذه لكن في منهم الفطين وفي منهم قصاص الأثر لذلك هذا حمدان كان منها النوعية هذا الشاب فطين ويعرف المنطقة اللي يروح عليها يرجع لها بعد 20 سنة ومن خلال عشرة الشيخ الحمدان ورجال القبيلة عرفوا أنه هذا الشاب صحيح يعني ما هو من الأغنياء وما عنده هذاك الحلال الكثير لكن الشاب عنده من الحكمة والشجاعة ما يكفي المهمة تروح الأيام وتجي الأيام وفي يوم من الأيام شيخها العشيرة هذا يلمح فتاة فيها القبيلة أول مرة يشوف بنت بهالجمال وعرف أنه البنت هذه هي فوزة زوجة حمدان قال لك شنو الجمال هذا هذه بنت شيوخ هذا ملاكو يمشي على الأرض الطول والجمال والخصر الضامر وهالبنت ما شاء الله تبارك الله الشيخ انفتن بجمال البنت وشافها بالصدفة يعني طالع من عند زوجته على بيتها بما أنه هم مجاورين بيت الشيخ والشيخ هذا ما عدي أعرف شنو دي ساوي وحط البنت برأسه على الرغم من أنه شيخ عشيره والمفروض هو يكون قدوة الأبناء هالعشيرة لكن الشيطان ما مات وما زال حي وصار الشيطان يوسوس للشيخ هذه البنت لازم تكون من حقك لازم تكون أنت زوجها لازم بأي طريقة كانت تحصل على مبتغاك منها وصار يزين له شيطان ولازم تساوي ولازم كذا وصارت الأفكار تاخده وتجيبه وفي يوم من الأيام قرر الشيخ أنه يرسل مجموعة من رجاله إلى إحدى المناطق البعيدة لأجل يبحثون عن الماء والمراعي ومن ضمن هالرجال اللي اختارهم الشيخ هذاك اليوم خوينا حمدان قال يا حمدان أنت رجال على هوا ما تقول أنك تعرف في المناطق وتعرف البلاد إش رايك تروح معها رجال وأنت تكون قائدهم قالوا والله أبي شرب عزك يا شيخ أنت تامر وإحنا ننفذ قال جهزوا نفسكم بكرة تنطلقون معا الفجر وما ترجعون إلا إن شاء الله بالعلومة الطيبة وهذا حمدان راح على زوجته قالها أنا بكرة ماشي واستودعش الله يا حبيبة قلبي ديري بالك على نفسك وهذه زوجة الشيخ بجانبك ولاحتجيتي شي الجماعة ما يقصرون قالت الله يوفقك يا ضنيني ويا حبيب قلبي وإن شاء الله ترجع سالم وغانم وتجهز له هالزوادة هذاك اليوم وينطلق هو وهالفرسان اللي يكلفهم الشيخ أنهم يروحون معاه والمنطقة ودها أسبوع روحة وأسبوع رجعة مشي على الخيل وعلى الجمال المهم تيسر الرجال والجماعة اللي معاه وفوزة تدعيله أنه يرجع لها سالم وغانم في اليوم الثاني الشيخ الآن صارت الساحة فاضية يعني حمدان ما هو موجود والله سبحانه وتعالى ما رزق حمدان وزوجته بخلف الحد الآن وينوي عليها بليلة من اللي يالي وقبل لا يروح الشيخ على بيت حمدان اللي ما فيه إلا فوزة بدأ يفكر والأفكار تاخده وتجيبه على يصير وما يصير وهذا الرجال داخل عندنا وضيف وجار لكن بني آدم سبحان الله أسود راس ورضعان الحليب الني والشيطاني وسوس قال له يا ولد روح وعاد البنت هذي شنود هتساوي يعني وهي ليلة بسبر هاللي يعني وانتهى الموضوع وأكيد البنت ما رح تردك خائب المهم ويروح هذاك اليوم بعد ما نامت العرب ويدخل على بيت حمدان من جهة المحرم المحرم هو المكان المخصص للنساء في بيت الشعر المهم أول ما دخل على المحرم والدنيا عتمة تحط أصبعك قدام عينك ما تشوفه ويخبط راسه في أحد العمد اللي واقف عليها البيت العمود الخشبي وتحس عليه فوزة من انت من وهاذ قال هلأ تخافين يا بنت الأجواد أنا الشيخ فلان اللي نازلين عندي قالت حياك الله يا شيخ خير اش عندك يا شيخ قال هلأ والله بس حبيت اتفقدتكم بغياب زوجت حمدان تعرفين رسلته انا يدور الربيع والمراعي وقلت خاف انك محتاجة شي قالت والله يا شيخ ماني محتاجة ألا سلامتك الله يطوله بعمرك ويديمك تاج على راسنا والله ماني محتاجة شي أكيد يا بنت الأجواد بنتي محتاجة شي من هناك يسلم لي هالطول وش هالجمال بدأ يتغزل فيها والدنيا ليل البنت أشعلت الفانوس اللي عندها وماسك الخنجر بإيدها الخنجر حاطته تحت رأسها تحسبا ماسك الخنجر بإيدها وعرفة الشيخ رايد الفاينة والأفكار صارت تأخذها وتجيبها وشنو ودها تساوي وهذا الرجل أعلى سلطة في المنطقة والآن شنو من سوت راح تكون مدانة فكرت قالت لك إذا قتلته راح أقع بمصيبة ومشكلة يعني قتل دفاعا عن النفس لكن أكيد راح تحصل مشكلة وإذا صحت بصوته الآن وفزعت العرب عليه أكيد الناس راح يتهموني وراح يقولون لو ما مدتك راعها ما تلقاها وأكيد لما جاء حصل خلاف بينه وبينها وحاولت إنها تفضح ولذلك شالت فكرة القتل وإنها تصيح بهالليل وتفزع العرب عليه وصارت تفكر والأفكار تأخذها وتجيبها وهذا قال لها والله أنا ترى من يوم اللي شفتك ما غبتي عن بالي وأشوفك وأنا نايم وأنا صاحي خضيتي عقلي وصيطرتي على مشاعري وأنا طالب القرب منك البنت شافت إنه هذا الشيخ مصمم خلاص اللي وده إياه وده ويأخذه لذلك اخترت على بالها فكرة وقالت يا شيخ أصلا مجنونة اللي ترد طلبك ومنه اللي يرد طلب الشيخ وأنا سعيدة جدا إني أكون قريبة لك لكن ودي أسألك سؤال وودي أختبرك يعني مثل ما تقول وعندي لغز بحاجة إلى حل إذا قدرت تحل هاللغز اعتبرني ملكك يا شيخ الشيخ طار من الفرح وقال يعني شنو وده تقول لي وشنو هاللغز وأنا شيخ ويا مامار علي سوالف والغاز قالها آتي خلينا نشوف قالت أسألك عن غدير الحياة لو جاف واسألك عن الملح إش دواه لو جاف أسألك عن غدير الحياة لو جاف واسألك عن الملح إش دواه لو جاف وعن سطور ماهي بحبر لو جاف أنحصت فيهم العدلة والردية وقالت يا شيخ إن حليت هاللغز اعتبرني ملك لك واللي ودك ياه يصير الشيخ لما سمع هالقصيدة وأبياته شعر صارت الأفكار تأخذه وتجيبه وما عرف الجواب قال لها ما عليش يا عفوزة يا بنت الأجواد تعطيني مهلة البكرة أحل اللغز قالت معاك الوقت اللي ودك ياه يوم يومين ثلاث أسبوع قامت ما حليت اللغز ارجع لي وأنا بانتظارك ويرجع الشيخ خذيش الليلة ييد من ورا ويد من قدام وبدأ يفكر بهاللغز شنو غدير الحياة وشنو الملح وشنو الحبر وشنو العدلة والردية فيه شيء ما هو مفهوم وما هو فهمان اللغز البنت هذي شنو تقصد فيه بيت الشعر أو فيها القصيدة تقول أسألك عن غدير أو البئر اللي هو بئر الحياة لو جف أو يبس وأسألك عن الملح إيش دواه؟ يعني ما هو دواء الملح لو جف أو فسد وأسألك عن السطور ما هي بحبر لو جاف أن حصت فيهم العدلة والردية يعني اجتمعت فيها السطور هذه الأفعال الفضيلة والرذيلة المهم الشيخ ما قدر يحصل شيء ورجع هذاك اليوم ما نام الليل في صباح اليوم الثاني اجتمع أبناء القبيلة وحكماءها وكبارها مع صغارها في مجلس الشيخ والمتعارف عليه كل يوم في ديوان في بيت الشيخ وقام الشيخ طرح السؤال هذا في هالمجلس قالوا لهم يا جماعة السالفة فيه لغز وودي حلل هاللغز وقال لهم أبيات هالشعر وقال اللي يلقى حل لهالأبيات له مكافأة بدوا هالرجال وهالموجودين يفسرون كل من يسولف على قد فهمه وعلى قد ما يعرف ومن ضمن هالجالسين المجلس الشيخ رجل كبير متقدم فيه السن عمره حوالي ثمانين سنة قال يا شيخ ودي أسألك سؤال هل صاحب هاللغز هذا مرة ولا رجل قال له مرة قام الرجال هذا الكبير فيه السن سكت وتنهد وها يا ابو فلان اش عندك قالوا والله ما فيه شي المهم ما قدر يحصل الشيخ شي من هارجال وكل من سولف على قد اللي يعرفه وفيه النهاية فضل مجلس وظل هذا الرجل الكبير قاعد فيه مجلس الشيخ ويجي الشيخ على هذا الرجل قال يا ابو فلان انت سألت سؤال انه هاللغز هذا المرأة ولا الرجل وقلنا لك المرأة وقمت انت سكتت وما أعطيت جواب شنو اللي عندك ليش ما تسولف تعرفت جواب يعني مودك تقول قالوا والله يا شيخ صراحة انا عرفت جواب لكن ما حبيت اني احرجك قدام الحاضرين والموجودين قلت على بين ما يفضها المجلس اسولفك باللي اعرفه قال طيب هات ما عندك والشيخ منتظر الجواب على احر من الجمر قال يا شيخ في البداية ودي اسألك انت معتدي على حد شي قالوا لا بالله انت تعرفني يا ابو فلان انا الشيخ ابو فلان وانا اعتدي مستحيل لكن شنو علاقة الاعتداء اللي تسولف عنه انت بجواب هاللغز هذا قالوا على كل حال انت قلت انه صاحب اللغز امرأة او ان كانت صاحبة اللغز امرأة فعلا فهي قاعدة تقول لك يا شيخ اسألك عن غدير الحياة لو جاف وبهالبيت قاعدة تقول لك يا شيخ اذا الحياة راح من راس البني ادم فما لعلاج وشبهها تلحية بالغدير اللي ما يستغني عنه اهل البادية اللي عندهم حلال يشربون من هالبير يزقون اغنامهم فاذا راح البير هذا وراحت المي اللي فيها او هالغدير بالتالي راح يموت هالناس ويموت حلالهم ومثل ما تعرف يا شيخ هالمثل قال ان لم تستحي فاصنع ما شئت قال هذي وحده والثاني يا شيخ المرة قاعدة تقول اما الملح لو جاف فهي تقصد انه الاشياء او الجلود او اللحوم او اي اشياء الريد حفظها نحط عليها الملح فهو اللي يعالجها ويحفظها من انها تخرب فاذا خرب الملح بحد ذاته بشنو نعالج هالاشياء هذي وهي تقصد انت يا شيخ اذا انت ما ظل عندك حية ولا ظل عندك ناموس وتتجردت من الاخلاق وحاولت انك تعتدي على هالمرأة فلا عتب على عامة الناس وعلى باقي القوم اما السطور اللي تقول عنها اللي ما انكتبت بقلم حبر او جاف فتقصد الشيء اللي ينكتب بصحيفة الانسان من اعماله ان كانت من اعمال خير او شر فكيف ننسى يوم الحساب وكل انسان انكتبت سيئاته وحسناته في هالكتاب الذي لا يغادر صغيره ولا كبيره الشيخ انصدم منه الجواب وكانت هالاجابة هذي صحوة الضمير والنائم فتندم وخجل على هالفعل السيء اللي كان وده يقوم فيه انه كان وده يعتدي على زوجة دخيله وزوجة هذا الرجل اللي كلفوا بمهمة وابعدوا عن بيتها لذلك تاب وما عاد رجع عليها على البيت ولا جابلها سيرة ابدا أولا لما رجع هذاك اليوم حمدان أعطاه عدد من الأغنام والجمال وقربوا لعنده أكثر وصار يده اليمنى وعاش حمدان وزوجته بأمن وأمان والله سبحانه وتعالى رزقهم عيال وبنات هذه القصة الأولى أما القصة الثانية اللي يسلمكم لرجل ابدوي الرجال هذا ينقله أبو عبد الله أبو عبد الله هذا رجال فقير وكلنا فقراء لله عز وجل وأبو عبد الله هذا ساكن فيه قرية على أطراف البادية رجال ابدوي وساكن هو وأبناء قبيلته وعشيرته فيها القرية الحديثة العهد قرية يعني صار لهم كم سنة مستوطنين فيها الأرض وعلى طرف البادية والبيوت من اللبن والطين والرجال هذا أبو عبد الله عنده أربع خمس أبناء ورجال شهم وكريم وابن عالم وناس ولكن أحواله المادية تعبانة جدا والرجال هذا يشتغل فيه المزارع المحيطة في القرية الناس هذولا سكان القرية أول ما استوطنوا قسم منهم عنده حلال والقسم الآخر بدأ فيه استصلاح الأراضي اللي صار يزرع القمح اللي يزرع الشعير اللي بدأ فيه زراعة بعض الأشجار وخلال كم سنة القرية صار فيه حواليها مزارع وصارت بحاجة إلى عمال تشتغل فيها المزارع فالرجال هذا ما عنده لا غنم ولا ماعز وما عنده غير رحمة الله عز وجل اللي هي أحسن من كل شيء الرجال أبو عبد الله صار يشتغل فيها المزارع كل يوم يشتغل عنده أحد وعنده عائلة تاكل راسة الحية بحاجة إلى مصروف بحاجة إلى أكل بحاجة إلى طحين والرجال يترزق الله عز وجل عند أصحابها المزارع عند أبو فلان وعند أبو فلان ومصروفه بشكل يومي يعني اللي يقبضها اليوم يجي مباشرة على الدكانة الوحيدة اللي موجودة فيها القرية صاحب الدكان الموجود في القرية ينقال له أبو محمد أبو محمد هذا الرجال عنده دكانة على الطراز القديم الرجال معمر له غرفة من الطين وحاط فيها بعض المواد التموينية البسيطة مثل العدس والطحين وبعض الشغلات اللي يحتاجونها سكانها القرية السكر وشاي وبعض الحلويات اللي يتمضي وكت يعني ما تخرب ما هي بحاجة إلى تبريد وكذلك الرجال هذا عنده حوش صغير حاط فيه بعض الحلال يبيع حلال ذبايح يعني إذا واحد محتاج ذبيحه جاه ضيف يحتاج ذبيحه فالذبايح موجودة والرجال هذا عبد الله لما يحل من شغله ويخلص شغله في أحد المزارع يقبض ثمن العمل ويجي مباشرة عند الرجال أبو محمد السلام عليكم وعليكم السلام حط لنا كذا عدس وكذا رز وكذا برغل وملح وشاي وسكر المصروف مثل ما قلنا بشكل يومي ياخذ هالأغراض ويروح على البيت ويلقون وهالأبناء هذا يركض وهذا يقع وهذا يقوم مبسوطين بالأكل اللي يجايب لهم ويا أبوهم وتستمر الحال على هالمنوال تروح الأيام وتيجي الأيام وأم عبد الله امرأة صابرة ومحتسبة وتقول لعله وعسى الله سبحانه وتعالى يرزق هالرجال في يوم من الأيام والرجال هذا عبد الله رجل شهم وكريم لكن حاله صعب حاله المادي تعبان جدا وعلى قد ما هو عبد الله رجال فقير على قد ما يحب الضيوف يحب أي شخص يجي على البيت لو يقدم له كاسة شاي ولا شربة مي الرجال يحب الضيوف ويحب الكرم ورجال كريم إلى درجة ما تتوقعونها وفي هذاك اليوم كان الوقت شتاء ويجاي منخفض قوي جدا والظل الشتاء نازل على هالمنطقة تقريبا ثلاث أربعة أيام شتاء ليلة مع نهار الرجال عبد الله عنده شوية طحين حاطنا على جنب شوية رز شوية برغل شوية تمر مشى حاله هو وعياله وزوجته ها ثلاث أربعة أيام لكن في اليوم الرابع صحت الدنيا وطلعت الشمس وصارت الأمور يعني يقدر الواحد يطلع بره المنزل وطلع هذاك اليوم عبد الله على أصحاب المزارع يبحث عن عمل لأنه العائلة بحاجة إلى أكل بحاجة إلى طعام وصار يجي على أصحاب المزارع وكلما يجي على واحد هايب وفلان ما في شغله اليوم يقول له والله شوفت عينك الدنيا صارها ثلاث أربعة أيام شتاء والمحصول يعني ما نقدر ما نقدر ندخل على الأرض ونخرب المزروعات كلما يجي على واحد نفس الشيء وفعلا الأرض بسبب غزارة الشتاء اللي نزل فيها ذاك الوقت ما ينمشي فيها فما بالك إذا ودك تشتغل المهم الرجال هذاك اليوم مضى النهار من مزرعة إلى مزرعة ومحد رضى يشغله ويجي هذاك اليوم على الدكانة على أبو محمد تالي النهار بعد ما تكسرت رجليه من التعب والفتلان بين هالمزارع ومن مزرعة إلى مزرعة الرجال وصل تعبان وجوعان وعطشان وأبناءه بانتظار أنه يجيب لهم لقمة أكل المهم لما جل عند أبو محمد السلام عليكم وعليكم السلام قال يا أبو محمد ودي كذا وكذا شوية طحين شوية عدس شوية برغل الفلوس وين يا عبد الله قاله والله صراحة اليوم ما اشتغلت قاله العاد ما اشتغلت أنا ما بيع بالدين يا عبد الله وانت تعرف أنا ما بيع بالدين وصاحب الدكان هذا رجال يحب الفلوس ويحب الدنيا وعبد الله كل فترة والثانية يستدين منه شوي لكن بعد فترة من الزمن يرجع له الفلوس يعني يجي أحيانا يشتري بالدين وبعد أسبوع زمان ولا يومين ثلاث يرجع له فلوسه والحياة ماشية على هالشكل وعبد الله هذاك اليوم جاي تعبان ومضايق وأبناء وبانتظار وقال يا رجل يعني ما خربت الدنيا وتعرفني أنا رجال وفي بحياتي تدينت منك وما رجعت فلوسك قال خيوه عبد الله من الآخر لا توجع راسي ولا أوجع راسك فيه فلوس تأخذ غراضك ما فيه فلوس أرجوك لا توجع راسي يا أبو محمد يطولك يقصرك يا عيني يا قلبي الولاد يبتشون بالبيت يريدون يأكلون قال له خيوه بل ولاد بل بطيخن بسمر تعطيني فلوس تأخذ غراضك ما تعطي فلوس ما لك عندي شي والله يرضى عليك أنا ترى ما نفاضي لك عندي حسابات وهذا الرجال الشايب ماسكله دفتر وقلم رصاص من هالأقلام القديمة وقاعد يسجل وساعة يشوف وساعة ما يشوف المهم الرجال عبد الله دار ظهر وطلع منها الدكان وقال لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خلينا نشوف هالليلة شلون ودها تمضى علينا والرزاق موجود ويرجع على البيت لاقوها الأبناء إيديه فاضي ما هو حامل بيده وشي والولاد متعودين على أبوهم كل يوم يجي إيديه محملة بالرز وبالبرغول وبالسكر وبالشاي ويجي بلهم بعض الحلويات ولكن هذاك اليوم الرجال جايز علان ومهموم المهم جاء على أمو عبد الله هاي أمو عبد الله إش عندش تالي أتشل قالت والله عندي إعرام عدس العرام يعني يا دوب يطلع له تقريبا خلينا نقول 150 إلى 200 غرام عدس يعني وقية أقل من وقية قال يا أمو عبد الله اليوم ترى ما لقيت شغل ورحت على هذا ابو محمد ما رضي يدينني كثري المي وحطي هالعدسات بهالمي يعني بحيث أنه الولاد ما ينامون وبطونهم فارغة وبكرة يفرجها الله عز وجل وفعلا مع عبد الله جابت هذاك القدر أو الطنجر الكبير شوي وعبتها المي ورشت هالعدسات فيها وحطتها على هالنار وبدت تطبخ المي معها شوية عدس علشان يتعشون هالولاد بعد حوالي 10 دقائق ربع ساعة نص ساعة غلت المي انطبخ العدس صارت شوربة يعني بالاسم شوربة وصبت لهالولاد وبدوا يشربون منها المي يعني يضحكون عليهم أطفال ما يفهمون المهم يسدون جوعهم قاربة الشمس على المغيب وبيت الرجال أبو عبد الله صاير على طرف القرية وقاعد الرجال وحاط الحزن بجرن ويحمد الله على هالحال اللي هو فيه ويقول الحمد لله أنا يمكن حالي أحسن من غيري لقينا شوية عدس وشوية مي وهالولاد تعشوا والحمد لله رب العالمين وقاعد يسولى فهو أبو عبد الله من هين سالفة من هين سالفة على بين ما تغيب الشمس ويحطون روسهم وينامون وفيه الصباح يطلع يبحث عن عمل وهم فيها الحديث ما حسوا دري أبو عبد الله إلا في مجموعة من الرجال مقبلين عليه بما أنه بيتهم اضطرف عن القرية أو على طرف القرية قال أبو عبد الله يا مره فوتي يدخلي داخل وخليني أشوف الأضيوف هذول يمكن جايين علينا الدنيا قربت على غياب الشمس قام الرجال يا حي الله بضيوف يا أهلا وسهلا ثلاث أربع رجال وإلا معاهم امرأة يا حي الله يا أهلا وسهلا استقبلهم حولوا تفضلوا ونادى عليهم عبد الله علشان تستقبل المرأة لكن المرأة هذه كانت فيه وضع سيء جدا المرأة هذه تصيح وتستريح خير يا جماعة شنو الموضوع شنو موضوع المرأة قالوا المرأة هذه يعد تخلف أو حامل وصار فيه وقت الولادة وينادي على معبد الله تعال يا معبد الله دخل المرأة فيه داخل البيت وروح يجيبينها الداية الموجودة في القرية فيه مرأة مختصة في توليد النساء ودخلها المرأة داخل وتفزع معبد الله تجيب الداية اللي هي القابلة يعني في بعض المناطق أو الدول يسمونها القابلة اللي مختصة في توليد النساء المهم راحت جابتها وجدت وبدت الداية هذه تولد المرأة لكن أبو عبد الله الآن فيه وضع لا يحسد عليه الرجال ما في عنده إلا شوية مرق في العدس وشو يساوي الآن ثناثة أربعة رجال والمرأة هذه ولدت وين دك تروح شو دك تسايي أبو عبد الله أبو عبد الله عنده جيران اثنين ثلاث قراب عليه اللي يعرفهم واللي يمون عليهم لكن الجيران هذول حالهم مثل حال أبو عبد الله إذا اشتغلوا يأكلون وإذا ما اشتغلوا ما يأكلون راه على الأول راه على الثاني يا جماعة عند ضيوف قالوا والله يا أبو عبد الله شوفت عينك وتعرف أنت إحنا عمال مثلنا مثلك إن اشتغلنا أكلنا وإن ما اشتغلنا ما أكلنا وشوفت عينك الدنيا صار لها ثلاث أربعة يام شتاء وما اشتغلنا ويقوم أبو عبد الله يروح على صاحب الدكان سلام عليكم وعليكم السلام الشمس قاربت على المغيب هاي أبو عبد الله شعندك من الإخبار والعلوم إن شاء الله جبت فلوس قالوا والله يا أبو محمد لا جبت فلوس ولا جبت شي لعدش ودك قالوا والله صراحة جوني ضيوف ودي أسر وجهي يا أبو محمد معاك فلوس قال الله والله ما عندي فلوس قال يا أخوي يعني اعطيني خاروف ودي أسر وجهي قدامها رجال والمرأة مولدة بحاجة إلى أكل بحاجة إلى شرب ودي شوية برغل وشوية سمن على شوية إدام على شوية سكر وشوية شاي قال يا أبو عبد الله انا قلت لك قبل شوي اذا ما في فلوس ما لك شي الان انت صرت بخاروف وصرت ببرغل وصرت بسوالف ثانية ما عندي شي حاول ابو عبدالله مع صاحب الدكان من هناك بكثير بقليل ما رضى الرجال يعطيها اي شي ينظر على الحوش فيه تقريبا 10-15 خاروف طليان خرج الذبايح والدكان مليان لكن الرجال هذا معند وما يفعل يعطي شي قال طيب ماشي ويرجع ابو عبدالله على البيت ويجي على ام عبدالله هاي ابو عبدالله الاخبار والعلوم ان شاء الله قدرت تتأمن طعام الهج معه اكل شوفت عينك ودنا نستر الوجه قالها اعطيني السيف السيف معلق بالحيط اعطينا السيف وين يا ابو عبدالله وعندك تروح شو ودك بالسيف قالها ما عليك وتقوم ام عبدالله تعطيها السيف ويطلع ابو عبدالله ويرجع على الدكانة الدكانة صايرة في وسط القرية والرجال بيته متطرف صاير على طرف القرية على بين ما وصل على الدكان ويجي وإلا فيه رجال قاعد مع ابو محمد الرجال هذا يصير قرابله قرابل صاحب الدكان سلام عليكم وعليكم السلام ابو عبدالله ساحب السيف والشر بين عيونه خير يا ابو عبدالله شو عندك من العلوم قال ودي كذا ودي كذا ودي كذا ودي كذا قال جاي بفلوس قال يا رجل أقول لك ما عندي فلوس والدنيا شتا ومطر وقايمة الدنيا وما هي قاعدة وقول لك جوني ضيوف ودي أسر وجهي قدام الناس انت يعني ما تستوعب انت شنو عقلك يا رجل الدنيا ترى ما هي كلها فلوس ترى الدنيا مواقف والضيف له واجب وضيوفه منين أروح أجيب الدنيا شتا ومطر وما لقيت عمل منه يعني قطع حالي وروح طعمي ضيوف عيب عليك يا رجل ودي كذا الرجال اللي جالس بجانب صاحب الدكان شاف انه الرجال عبدالله الشر بين عيونه وناوي على شره ووده مراده خير شنو الموضوع يا ابو عبدالله قال له يا أخوي يا ابو فلان ترى أنا جيت الرجال اليوم مرتين وهي الثالثة كل ما أجيه يقول لي ودي فلوس وأنا رجال بحياتي ما قصرت معاه وكل ما أدين منه بعد فترة أسد الدين لكن الآن جاني ضيوف شنو أسوي يعني يرضيكم هالعرب هذول يطلعون من عندي جوعانين وهم ضيوف والضيف ضيف الرحمان وضيف الله ويقوم الرجال هذا قرابة أبو محمد ويلتفت على أبو محمد صاحب الدكان قال يا رجل انت مو عيب عليك ما عندك شيء ما العراب ما عندك ترى الدنيا ما هي فلوس ما هي كلها فلوس يا رجل عيب عليك وهذا أبو عبد الله شنو وده أعطيه أو أنا كفيله بعد الله عز وجل انت تكفل قال أبدا أنا أكفل شو ودك يا أبو عبد الله قال ودي طليين أو خراف اثنين وودي كذا وودي كذا برغل ورز وشاي وعدس قال خذ اللي ودك يا يا أبو عبد الله وأنا كفي لك ويقوم أبو عبد الله ياخذ له خارفين وياخذ له شوية برغل وشوية سمن وخذ اللي يوده ياه من الدكان وراه على أضيوف ويدبح هذاك اليوم أول خروف وبدأ تم عبدالله تطبخ وطلعت ريحة اللحم والولاد ملتمين حوالها القدر ومبسوطين وينتظرون اللحم يستوي المهم ابو عبدالله هذاك اليوم ستر وجهه وتعشى والجماعة هل يجينوا من مكان بعيد وتعشت المره هذه وكانوا مبسوطين مر أول يوم والثاني والثالث أربع خمس تيام أسبوع زمان على بينما تعافت المره من موضوع الولادة وقالوا يا ابو عبدالله ترى احنا بكرة ماشيين قال ما تمشون اللي تاخذون حقكم ويقوم يذبح كذلك الخروف الثاني ذبح الخروف الثاني وتعشوا الجماعة هذاك اليوم وشال اللي بقى من اللحم وحط لهم مياء بقدر وقال يا جماعة انتو ماشيين على طريق وبحاجة إلى أكل وإلى شرب الجماعة أول ما جووا على رجال ابو عبدالله ولما دخلوا على هالبيت وشافوا عياله والأطفال صغار عرفوا انه الرجال وضعوا سيء جدا لكن الرجال قام بالواجب وما قصر ولا سألوهم منين جبت وشنو سويت وين روحت ما يقدرون يسألون المهم ودعوا ابو عبدالله هذاك اليوم وغادروا القرية بعد يومين ثلاثة جماعة هذول وصلوا وديارهم وهلهم يا حي الله والحمد لله على السلامة ويجتمعون هذاك اليوم أقارب الجماعة هذول الظاهر كانوا غايبين ومروا بالقرية اللي ساكن فيها ابو عبدالله وها الأخبار والعلوم شنو سويت أو شنو كذا قالوا والله ما عندنا من العلوم والأخبار قالوا انه فيه رجال تراه رجال فقير ورجال كرمنا ترا كرم زايد واحنا متأكدين انه هالرجال هذا اما راح تدين دين او تسلف لحد ما قدر يذبحنه ولما مشينا كذلك حملنا اللي تبقى من عشانه هذاك اليوم والرجال هذا يجب انه انكافيه والمجلس مليان تقريبا ثلاثين الى اربعين رجل الحل الرائي قالوا الحل والرائي يا جماعة ترى احنا كلنا ولد عم وكلنا قرائب وحبايب والرجال هذا ما عنده اللي تنقط نقطة الحليب لا عنده عنز لا عنده نعجل والرجال تراه ما قصر او رجال نجودي شروه من يسمع وودنا كافي الرجال قالوا الجماعة هل الموجودين في هالمجلس قالوا ابي شروا بعزكم انت وشوروا وفصلوا واحنا نلبس قالوا يا جماعة احنا الله سبحانه وتعالى منعم علينا ومعطينا وعندنا حلال كل واحد عنده مية مية وخمسين ميتين واللي عنده خمسمية راس غنم كل واحد الان يروح يجيب له عشر روس من الغنم ونجمع الحلال هذا ونرسله معه ثلاث اربع رجال للرجال ابو عبدالله تراه يستاهل واكثر قالوا ابي شرب عزك ويقوم هرجال هذي كل واحد يروح يجيب له عشر اصناع عشر راس من الغنم من احسن الحلال الموجود عندهم اجمعوا هالحلال واجمع اجمع ولا جامعين حوالي اربعمائة راس من الغنم ويختارون ثلاث اربع رجال يوصلون الحلال هذا للرجال ابو عبدالله واحد من الرجال اللي زالوا ابو عبدالله مع الجماعة هذول اللي يودون الحلال ويسوقون الحلال اول يوم الثاني الثالث ويصبحون عند ابو عبدالله ابو عبدالله هذاك اليوم معطل من الشغل وقاعد قدام هالبيت والاجواء كانت شتاء وشغل ما فيه الشغل خفيف ولا ابو عبدالله يشوف هالقطيع الاغنام هذا مقبل عليه من بعيد ويقوم ابو عبدالله يستقبل هرجال يا حي الله يا حي الله بضيوف اجي معه جايبين حلال وغنم وقال لك اكيد يعني عابرين سبيل ومروا من هالمكان لكن شاف واحد من الرجال اللي كانوا ضايفين عنده يا حي الله بفلان يا اهلا وسهلا وين رايحين وين جايين قال والله احنا جايين لعندك يا ابو عبدالله يا اهلا وسهلا يا حي الله تفضلوا وقالوا قبل لا نفضل وقبل لا نسول في شي يا ابو عبدالله تراك انت رجال اجودي واشتغلت باصلك واكرمتني وما قصرت واحنا ندري بحالك وهذا الحلال اللي شايفه لك يا ابو عبدالله يا جماعة انا ما سويت شي انا سويت الواجب قالوا يا ابو عبدالله انت تستاهل اكثر من هذا وجزاك الله خير يا ابو عبدالله واعذرنا من القصور قال يا جماعة اي قصور واي دنيا انت وجايبيلي اربعمائة راس غنم وانا اللي قمت فيهن يعني ذبحت لكم ذبيحتين قالوا ندري ذبيحتين لكن الذبيحتين هظنها عند اللي يفهم يسون الف مو اربعمائة راس غنم وهذا اللي الله قدرنا عليه يا ابو عبدالله وهالغنم هذي اللي شايفها حلال زلال عليك يا ابو عبدالله ابو عبدالله الرجال سجد لوجه الله عز وجل شكرا وحمدا على هالرزقة اللي جدته من غامض علمه ويقوم يدخل هارجال ويذبح من هالذبايح ويعزم سكان هالقرية على جاهة جماعة اللي جابوله الحلال وسكان هالقرية كلها تعشت عند ابو عبدالله هذاك اليوم وينتشر الخبر فيه القرية ويا بنت قولي لمك ابو عبدالله اصبح من اغنياء القرية ما بين ليلة وضحاها وسبحان الله الرزاق وفي صباح اليوم الثاني ياخذ خاروفين يسدهن للرجال هذا صاحب الدكانة ابو محمد وخذه خاروف ثالث يعني ثمن البضاعة اللي خذاها البرغل والعداس والسمنة والشغلات اللي خذاها ذاك اليوم وابو عبدالله بعد منها الله فتح عليه والحلال صار يزود والله ارزقه وفتح عليه اوسع الابواب بسبب الرجال انه اكرم الضيف وكان مضايق انه من وين وده يجيب ومن وين وده يطعمه الضيوف وحزت بنفسه اكثر شي المرأة اللي كانت على وشك الولادة كانت هذه نهاية القصة والمثل يقول الكريم معان والبخيل مهان فسبحان الله الله سبحانه وتعالى اعان هذا الرجل ابو عبدالله والرجال لما شاف انه ما فيه سبيل الا انه يستخدم سلاحه وراه على الرجال ووده يكرم الضيف يعني وين ودي يروح شن ودي يسوي والضيف ضيف الله والرجال اشتغل باصوله والرجال ما سبق انه اكل مال هذا الرجل صاحب الدكان فسبحان الله الله اعان عبدالله وهان هذا الرجل صاحب الدكان وفي النهاية لا تنسوا تدعمون هذا الفيديو بلايك والاشتراك في القناة فضلا ليس أمرا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك دمتم في رعاية الله وحفظه